نبدأ بكأنة إيه؟ حبي للخشب ولا أنا تخصص إيه أصلاً؟ تخصصك وبعدين حبك للخشب أنا فيزيائي خليج علوم فيزياء فيزيائي؟ ماشاء الله جمعنا أنا معي ناس علامة علامة بقدم كليوس علوم فيزياء عامة الأزهر وتخصصي متخصص في أظامة الجودة طيب حبي للخشب بدأ وإحنا بنوضى بشاقتنا كم سنة؟ كم سنة بقى؟ أربعة لا إحنا طبعاً نحن مجيزين بقى ناربع سنين بس نقول من خمس ست سنين لما ابتدينا الجاهز كنا بنعمل كل حاجة أدق التفاصيل بأيدينا إحنا الناس اللي هي بتدور على شكل أكرة البيب وكده يعني فبقيت واقف على أدن الصناعية وأنا بنخر الموديلات في موديلات بذات اللي بواب الأوض اللي في الشقة غيرتها ثلاث مرات غيرت الموديل قبل ما يتنفس ثلاث مرات طيب فاللي هو أنا لقيتني بحب الخشب وبعد يعني بس رح بقى مع اللي بواب بستهيلات بقى جوه وبره تفضل في بقى قدام الباب أي باب بقى أي باب خشب بقى لدرجة أن أنا في تفصيلة في باب الشقة غيرتها وهو بيتنفذ شفتها في فيديو طلع لي كإعلان على فيسبوك بتفرج حاجة من فيلم شكل الباب عجبني نزلت الفيديو خدت كرين شوت خدتها للنجار وطلقت دي تمهاي في الباب أوكي فقررتونيتو تسيبوا لا ما سيبتوش الشغل ده الكلام ده أنا اكتشافت أنت أن أنا بحب الخشب طيب بدأت أنت بالضبط من سنتين وتسعة شهور أو يعني حسن إيه بقى؟ كنت أنا وصديق شركة في ورشة بنعمل موبيلية زي أحد حالة بس شغل الموبيلية اللي على سكيل صغير إحنا محكومين بخيال وبزوء العميلي اللي كاي صحيح طيب إحنا فين؟ طيب نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ إيه الأفكار؟ فجأت الفكرة طب ما فيه نازل وقت يهي بيحبوا يقدموا الأكل بشكل مختلف وجديد جأت الفكرة بقى؟ من هاجر من هاجر صح كده؟ اه تمام هاجر بقيت لك بقولك تعال بقى أنا حوضة صمم لك بقى وإنت تنفس حصل كده؟ بالضبط ست ست يعني كان فيه تنك تنك معنا هو إحنا فيه كده يعني كان فيه جاء بالأفكار بس مالوه بتفدح على دماغنا هو بقيت تنفسوا بقى الحاجات دي بالضبط هاجر هي اللي بت بتقولينا الأفكار نعمل إيه إيه اللي نبدأ بيه بتصمم حاجات بقى الأكل ده إيه معنش يا جماعة أنا ده من أول مشروطة دي مركب سوشي أو مركب سوشي للناس اللي بتعمل سوشي وعايزة تحط السوشي فيه أو المقبلات داكت يا برافو برافو طيح إحنا الوقت حصل زي ما فريد بقى اكتشافني إن أنا بقول أفكار فده ده كان أول اكتشاف في هاجر تاني اكتشاف طبعا الصور بتاعتنا كلها إحنا المصورين يعني التصور المتجدنا الصور ده أنتي موجودة على الشاشنا إنتم المصورين بالضبط إيه اللي على الشاشة تماعيش يا فن دي أعلبة إبر كروشي الهند الخشب إليت خشب طب استعنا بقى دوود تيل خلاص دوقتي عندها تصميمات لو أنا عندي حاجة أنا أنا عايزة أعملها خارج تصميمات ده هو ده مكان الموتو بتاعنا إحلم وحي نفس يعني دي تحديدا بالضبط حلويات إيه بس يا أساس حلواني يا أساس حلواني ده سوشي حرام عليك بس هي ربناس ما تلفع والله يتلفع المخبولي ده يعني دي بتاعات حلويات دولها طي ما علش ما علش تعال عن نفسك خطيرة عجباني جدا ودي بتعبيروا إنها أي أحجام ولا ده الحجم الستاندرد بتاعنا إلي عايز يكبر موقع نعمل إلي عايز يصجر نعمل ما عايز يعدل حاجة ساعات بيبقى فيه أفكار خزع بلا شوية صعب إنها تتعامل أو تكلفتها عالية قوي أنا مش هاضر عليها فأنا برفضها بس بحاول على قدر الإمكان خطيرة خطيرة ده طبعا القلب اللي هنا ده اللي هو ده القلب ده وطبعا نفس الحكاية لو أنا عايز حاجة أكبر حتمي حاجة أكبر بالزبط فيها فواصل يتعامل فيها فواصل كله يتعامل عايز أقول لكم إن دي حاجة لفت تنتباهي جدا لإنه العين بتاكل يا جماعة قبل البطن